يعطيكم صح والعافية معكم محمد وعركي معي لوم اللينوفو فيب P1 هذا التليفون خلق وصنع وأنا أصلاً راجعته عشان شي واحد فقط هي البطارية التي لا تقارم حالياً مع أي شيء فاني موجود عندها بالسوق 5000 ميلي أمبير البطارية مات اللينوفو فيب P1 لا تفهموني غلط فيه وايد أشياء أهم ثانية حلوة المصنعية جداً ممتازة النظام التشغيلي اللينوفو لما أحدث عن أندرويد 5.1 صار الآن فيه أبدروور تغير عن واوي صار تقدر أنت تدخل على التليفون كأنه هو نظام تشغيلي مع أندرويد 5 مع الشغلات الإضافية التي تضعون لك إياها زيادة إضافية من شركة لينوفو عندك انتهني مع البصمة هوم سنتر بطن نفس الموجود عندك بالسامسونج فيه دقمة حق الباك دقمة حق الملتي تاسكينج الستتب ماله ويد ويد ممتاز والمصنعية جداً جداً جبارة ووايد قامت تنافس شركة لينوفو براي الشخصي من ناحية المصنعية قلتها شيء بلينوفو اس 1 وأكيد باللينوفو فيب شات والتليفونة لينوفو شفناها نزلت العام لكن لينوفو فيب بي 1 الخاصية اللي فيه علشان ينباع التليفون هي البطارية 53 مليا امبير شاشة مالت خمسة ونصبوصة فو اله دي 2 جيكبيت الرام موائد شغلات ناكسة من ناحية الأداء بس اللي عوض هو البطارية تقدر أن تتحولها بعدين عندك تريجر على جنب علشان تحول البطارية أن تخليه يكون ألترا ستامنا مود أن التليفون يقعد معك مدة أطول كاميرا لا بأس فيها دولة دي تون فلاش فيها التصوير حلو بس مو أفضل كاميرا أكيد ومو هذه خاصيتي هي التليفون أن يكون وهو عليه أفضل كاميرا أيها مرة ثانية البطارية صراحة كاستعمال عادي إذا أنت تيتا بتستخدمها كاستخدام مكثف يقعد يأكل تليفون عادي لتقريبا يوم ونص يومين إلى ربع قبل أن تحتاج تحطيه على الشاحن على الأولترا مود طبعا الاستخدام بالأولترا مود تقدر تدخل كروم تقدر تدخل أنت على سناس تشانل مثل فيسبوك وغيرها بس الشغلات التي تجعلها هو يستمر معك أن الـ DataWise لا يقعد يأخذ لك Refresh Rate بالباكراند لا يقعد يأخذ من ناحية البطارية استهلاك لكي أن تستطيع توفر هذا الشيء وتجعل الطاقة تمنى وجودها بالتليفون والتليفون يعمر معك يستمر معك مدة أطول هذه هي رخاصية من التليفون فإذا كنت تسافر كبير أو أنك تخرج كبير وتحتاج التليفون يكون هناك واتساب يكون هناك أندرويد كامل في كل مواصلات التي تحتاجها ولكن في نفس الوقت عمر معك مدة طويلة كل ما يجب أن تقوم بعمل تجعل التليفون يتم معك باستمرارية عندما تجعل التليفون تأخذ بريك تشيك على إيميالاتك تجعل البرازور لا تعرف أيضا تقدر تردى مرة أخرى على العادي وتلقي أن التليفون لا يستهلك ولا شيء من البطارية يمكن أن نرى الحجم 5.5 بوصة كبير لذلك يقوم بعمل لينوفوفايد P1M وم هنا ستكون يعني ميني حجم التليفون هنا ستكون أصغر شاسة 5 بوصة HD موفو HD 2 جيكبيت رامر ثانية لكن هنا لديك البطارية ستكون 4000 ميلي أمبير وعندك الترغير نفسنا موجود باللينوفوفايد P1 الكبير ستكون لديهم موضعين إذا لم تكن من كبير تستطيع تأخذه صغير ولكن بلديك أن المصنعاته ليست قوية نفس الموضعين لديك انتبال كبير هنا لديك تاندازة الومنوم وشامفرد واتزاكيني بالHTC 1 & 8 واتزاكيني بالمصنعات HTC وعندك تهني الأبيض ستكون مات وعندك الأسود ستكون صوت توج لقرب ماله ستكون أفضل بس الشاسي ماله ستكون اندازة الومنوم وشامفرد ومسكيته جدا جدا منتازة فالتليفون الموجودين عندنا في العالم العربي هذا سيكون سعره بحدود الـ 50 دينار كويتي ما يعادل الـ 600 أو 700 ريال سعودي وهذا سيكون سعره تقريباً 95 دينار أو 98 دينار كويتي فما يعادل الـ 1400 أو 1500 ريال سعودي متوفرين عندنا بشكل رسمي لينوفا 5 P1 أنصح فيها حق اليابي بطارية طول 2 جيجا بايت رام أثرت صراحة بالأداء ما أقول لكم لا بس اللي راح يشتريها التليفون ما راح يفكر يمكن بأداء التليفون كثير ما أنه يبي تليفون يصود معه ويطول معه كبطارية قوية فبس سلامتكم تعيشون أحمد باركي سمحنا يا طالو الكسور فما الله الكلم